اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمو الشيخ خالد بن ناصر بن حمد آل خليفة بجانب كأس الاسخير وكأس الرؤية الاقتصادية 2030 في ختام سباقات بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل وذلك على مضمار سباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل لمنطقة الرفة بالاسخير كما حضر السباق عدد من اصحاب السمو وممثلوا الجهات الرعية لبطولة البحرين الدولية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحرص المستمر على دعم رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين والتي تسير بخطة ثابتة نحو التطور الذي يضعها في مكانة مميزة في عالم رياضة سباقات الخيل بفضل الاهتمام والدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه الدعم الأكبر للفروسية والتوجيهات السامية التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بمختلف رياضات الفروسية والخيل في المملكة ودعمها بما يسهم في المحافظة على مكانتها الأصيلة في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو المستويات المنشودة ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير رياضة سباق الخيل في المملكة وتسخير أفضل الظروف والإمكانيات للوصول بها إلى أعلى المستويات وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به سباق الخيل الذي أقيم هذا اليوم على كؤوس سموه وكؤوس أنجال سموه الكرام مشيدا سموه بالجهود البارزة التي يبذلها رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تطوير منظومة العمل في نادي راشد للفروسية وتنفيذ الخطط التطويرية مما ساهم في الارتقاء برياضة سباق الخيل في المملكة ومتمنيا سموه لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل مزيدا من التقدم والنجاح وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفائزين من الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بالمراكز الأولى على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجالي سموه الكرام مشيدا بالمستويات الفنية العالية والتنافس المثير الذي تميزت به أشواط السباق من خلال الاستعدادات الجيدة من قبل الملاك والمضمرين والفرسان وعكست تطور مستوى سباقات الخيل البحرينية هذا وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويج المضمر الفائز بكأس سموه جورج سكوت فيما تم تتويج الفائزين بكؤوس أنجالي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأسي الشوطين الثاني والسابع من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة والذي قدم كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كما قدم كأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز جورج بيكر وكأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر كما تم تتويج الفائزين في الجولة الأخيرة من بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل حيث قدم الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بيون كأس الرؤية الاقتصادية 2030 إلى ممثل المالك الفائز هارفي وليامز فيما قدم السيد عبد الله سيادي مدير العلاقات العامة بشركة ألبا كأس الصخير إلى مالك الجواد الفائز بول كرو كما قام السيد يوسف أسامة بحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتسليم جوائز الملاك الفائزين حسب النقاط المحتسبة في سلسلة سباقات بطولة البحرين الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة